ترأس صباح اليوم عمدت بلدية أنجمينة سيد مريم جمع بيد الاجتماع السابع العادي للجنة التسييرية لمشروع دعم الحصول على المياه الصالحة للشرب والنظافة والخدمات الصحية بمدينة أنجمينة تقرير محمد حسن أدم هذا الاجتماع العادي السابع للجنة التسييرية لمشروع دعم الحصول على المياه الصالحة للشرب وتعزيز الخدمات الصحية بمدينة أنجمينة يهدف إلى عرض التقارير الخاصة بالعنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة ما بين يونيو 2016 وحتى يونيو 2017 وكذا تقديم اقتراحات جديدة تسمح بتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان مدينة أنجمينة وضواحيها وكذا تقديم خدمات صحية مثالية لا سيما صحة الأموم والطفولة عمدة بلدية أنجمينة مريم جيمع أبيد بصفتها رئيسة اللجنة التسييرية للمشروع في كلمتها الافتتاهية لأعمال هذا الاجتماع العادي أثنت على جهود الشركاء الفنيين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية آيف دي لتمويل هذا المشروع الحام كما طلبت من المشاركين تبادل الآراء والأفكار الهادفة والخروج بنتائج إيجابية تسمح باعتماد الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ونشير إلى أن المناسبة جرت بهضور عمد الدوائر وممثلي الوزارات المعنية بتوفير المياه الصالحة للشرب والنظافة والوقاية الصحية إلى جانب ممثلي الجمعيات والمنظمات تغير الحكومية الوطنية والدولية ترأس صباح اليوم الأمين العام بوزارة البيئة والصيد أعمال الورشة التدريبية الخاصة لفني الوزارة حول التغيرات المناخية تقرير أحمد ياسين عبد الرحمة مناقشة تقارير المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية كوب 21 كوب 22 ومجموعة البروتوكولات والمعاهدات الدولية حول البيئة وأسباب منع التدهور البيئي والزحف الصحراوية وغيرها من المواضيع مدرجة في جدوى الأعمال الورشة التدريبية الخاصة بفني وزارة البيئة والصيد والتي تتعلق بكيفية إدارة المفاوضات والمناقشات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية والتحضير للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المناخ المزمع عقده في نوفمبر المقبل من العام الجاري كوب 23 في باريس في كلمته الافتتاحية الأمين العام لوزارة البيئة والصيد كيمتو أوليذيا سعيد أشاد بجهود الخبراء والفنيين المنصبة في مساعدة الدولة في الحد من الزحف الصحراوي والتصدي للقطع الجائر للأشجار باستخدام بداء الحديثة في الطاقة المنزلية كالغاز والفحم الصناعي النباتي متناولا التزام الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات المبرمة دوليا واحترام النظم البيئية وعدم السماح للمواطنين بالمساهمة في إحداث التلوث والتغير المناخي المتعمد باستخدام أساليب توعوية لمنع الخطر الداهمة متمنيا من الجميع المشاركة في الورشة والخروج بنتائج وتوصيات تساعد الدولة في تبني وتطبيق سياسات بيئية مدرسة ترأس يوم أمس مدير النقل بوزارة البنية التحتية ترأس الجمعية العمومية لتشكيل المكتب التنفيذي الجديد لنقابة سائقين الشاديين الوحدة بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات شاد تقرير الزميل آدم محمد شرفدين جاعت هذه الجمعية الأمومية لتشكيل المكتب التنفيذي الجديد لنقابة السائقين الشاديين الوحدة وذلك لعجل بناء وحدة الصفوف لسائقية الشاهنات النقل والسيارات الكبيرة وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لاتهاد نقابات شاد كلمة رحب بالحضور على تلبيتهما الدعوة للمشاركة في هذه الجمعية الأمومية من جانبه مدير النقل بوزارة البنية التحتية والنقل وفك العزلة أثمان موسى طلب من سائقية الشاحنات والنقل ضرورة الالتزام بقوانين ونظم سير العمل النقابي بتريقة سليمة مؤكدا بأن النقابة تعتبر كهمزة وصل بينهم وبين الجهات المعنية لذا يتوجب عليهم التمسك والوقوف معا للوصول إلى أحداث النقابة وبعد مداولات جادة ومناقشات مستفيدة التي دامت زهاء ثلاث ساعات حيث خرجت الجمعية العمومية بتكوين المكتب التنفيذي الجديد المكون من ثلاثة عشر أضوا برئاسة محمد السوار عبدالله بالإضافة إلى سبعة مستشارين في المكتب كما أكد الرئيس الجديد عن سروره لتكوين المكتب الجديد الذي سيعمل لحل القضايا العالقة لسائق الشاحنات الكبيرة وإنه مما لشك فيه فإن هذه الجهود التي تبزلها النقابة مكملة للوصول إلى الهقوق الأممالية نظمت جمعية الخدمة للتنمية الزراعية بالشراكة مع جمعية التنمية الريفية يوما إخباريا وتوعويا لصالح المزارعين بمدينة أم التيمان حاضرة إقليم السلامات جرت المناسبة بحضور بعض المزارعين بالأرياف وضواحي مدينة أم التيمان تقرير زميل خليل حسن صاح جمعية خدمة للتنمية الزراعية وجمعية التنمية الريفية تسعيان لتقليل الفقر ومساعدة الحكومة لتوفير الغزاء للمواطنين وذلك بتنظيمهما لليوم الإخباري والتوعوي الذي نظم لصالح المنتجين الزراعيين في أرياف وضواحي مدينة أم التمن من أجل إختارهم بالمخاطر الناجمة عن عدم استعمال المبيدات الحشرية بطريقة سليمة وكذا الأضرار التي تسببها الآفات الزراعية وقد لاقت هذه البادرة استحسانا ودعما من قبل السلطات الإقليمية لتنمية الزراعة بإقليم السلامة رئيس جمعية خدمة أحمد هارون قال إن قلة الإنتاج وعدم توفير الأمن الغزائي نتيجة لسوء استخدام المبيدات الحشرية بما جعل الجمعية تنظم هذه الحملة الإخبارية والتوعوية التي تستمر لمدة يومين أملا في أن يستفيد منها المزارعين وتساعدهم على رفع الإنتاج المنذوب الإقليمي للتنمية الريفية بإقليم السلامات يقوب أبكر صالح أشاد بأعمال حاتين الجمعيتين في توعية المنتجين وقال إن هذه الخطوة تسمح للمزارعين بمضاعفة الإنتاج في إقليم السلامات خاصة والبلاد على وجه العموم وتعتبر هذه البادرة أحد أهم النشاطات التي تساعد الحكومة على تخطي حاجز الفقر ومحاربة المجاعة في ربع البلاد إذن بعد التقرير من مدينة أم التيمان نصلوا إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أن جمينا نشكركم على طيب الانتباهي والمتابعة التي نلقاكم دمتم في أمان الله